رحب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالقرارات الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية المشير عبد الربى منصر هذه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي القرارات الخاصة باستحداث مناصب علية في الجيش وتقسيم مسرح العملية العسكرية للجمهورية اليمنية وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قيادتها ومستشارين وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في بيان صادر عنهم أن هذه القرارات تأتي في إطار استكمال تنفيذ المبادرة الخالجية وآليتها تنفيذية المزمنة وإنهاء الانقسام في صفوف الجيش وبما يسهم في إعادة توحيد الجيش وبنائه على أسس علمية سليمة ومتطورة تعمل على حماية الشرعية الدستورية والحفاظ على سيادة الوطن وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تعييدهم الكامل لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة توحيد الجيش وكل الخطوات والقرارات التي يتأخذها في سبيل استكمال عملية تسويت السياسية التي كان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه هم السباقين إلى تبنيها من خلال الدعوة إلى الحوار وإنهاء الأزمة السياسية والتوقيع على المبادرة الخالجية وآليتها التنفيذية في 23 من أفمبر 2011 واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه آث القرارات بأنها ستسهم إلى حد كبير في تعزيز المناخات الملائمة لانجاح المؤتمر الحوار الوطني واستكمال مسار التسويت السياسية وهو ما كان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه سباقين في المطالبة به منذ توقيع إعلان مبادرة الخالجية كما يؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقوفهم مع فخمة رئيس المشير عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام في تنفيذ قراراته الجريئة والشجاعة لتوحيد للقوات المسلحة وإشادتهم باختيار القيادات الكفأة لها والتوقع المناسب لهذه القرارات كما أشهد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بقرار رئيس الجمهورية بتحويل مقر معسكر الفرق الأولى مدرع سابقا إلى حديقة عامة لسكان العاصمة تأكيدا على مدنية الدولة ونبذا لعسكرة المدن وخطوة نحو إخلاء عواصم المحافظات من الميليشيات المسلحة وفي مقدمتها العاصمة صنع وجدت المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دعوتهم لكافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في العمل على تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الوطني والابتعاد عن الأعمال والممارسات السفزازية وافتعاد الأزمات التي لا تسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني